الحج سيد من الفيوم متفضل السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الساعة عليك النبي تسمعني صلى الله عليه وسلم متفضل والله أنا أتهلمتك كذا مرة بمشكلة المبانع الأرض الزراعية أتهلمتك كذا مرة سليم هو وكل شوية اتصل عليه سليم ما بطولك شاء الله بصعوبة أنا دلوقتي قدمت لك بلاغ أرقنا في الأسبوع اللي فات والأسبوع اللي قبل إنهم فيه مبانع الأرض الزراعية والمباني دي على الأرض أصلا وخطرقمي ما فيش هج ولا فيه أي معينة والجمعية راحة جاية الموظفين اللي نباني هو بان المكر الجمعية المباني دي مت متر والعام أتخذوا أي كرة خالص سمعنا حضرتك سمعك أنت أنا سايبك تقول اللي أنت عايزه كله سليم فدلوقتي دي بايعهم اسمه هالدي سليم وانا خلصت تمنها أهل الدار يحضب منها حتة كنت سايبها لأن المياه مكافس بتركاب الماهل بالفصلة جدنا عليها وقدمت كذا شكوة ورحت في الوحدة المحلية الوحدة المحلية والله دا ما اشتبعنا والأدارة الأهل تقول لك لا ما اشتبعنا ما التابع منه ويجي في الثمان مين أنا عايزة أعرف أنه دلوقتي إحنا دلق القانون أسيب القانون أنا وأبقى راجل متخلق هو اللي بقول لك مشتبعنا المشكلة هي اللي مشتبعكم يعني هو فيه نزاع على الأرض نفسها المشكلة مشتبعهم إزاي أما مش مسكن الجمهيات أنا بسأل لا أنا أنا مش بقايد كلامهم هو دلوقتي هو النزاع على الأرض مين صاحب الأرض ولا النزاع إن فيه مباني على الأرض دي مباني على الأرض الأرض اللي بتحتي والرجل اللي بتعد عليها سواء بقول له أهل محتر الأرض دي بتاعتك ملكك هي في حيازة مين دلوقتي ماش في حيازة ماش في حيازة دي ملقاش حيازة لإنه ما جبتش جواب من الأملك نفسها معاك عقد بيها معاك أي ورق بيها الأملكي اللي تختروها الأملك بتدي التجاهة الحكومية بتدي اختار لأي مهاجاة الحكومية تانية إن الأرض مبكين مش المفروض إن صاحب الأرض معاك عقد بيها يعني ساعة الباشا الأرض دي 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 ورمت عنوالي أنا موافق سير ruins بس أيه الورق اللي موجود يعني أنا دلوقتي ايه أيه الورق اللي يقول لي أو الجهة اللي تقول لي إن الأرض دي بتاعتك تجواب من مصلحة الاملاك. ايواني مسدد بالأسيمة مباركة. معاك جواب يقول ان الارض دي باسمك. ايوة ومخبوط في الهيئة. خبوط في الهيئة بتاع الاملاك. طب انت ليه ما ترفعش دلوقتي هو الموضوع يعني لو اتعد على الارض الزراعية ده كده كده هيتعمل له محضر. انما احنا بنتكلم على ان الارض دي بتاعت مين دي لازم ترفع دعوة قضائية لو في واحد متعد عليها وقاعد فيها. ايو ايو اني اتصور على خرب كمان شوية. ده فتا عمل ايان. بكر اعمل ادوار. سليم. هاجف لك ان ابقى احتيت في المنازل على المخالفات بتفتاعت. فاللنجي الوقت عايزة نوقف المهازر دي بس. انا بلقت المشكلة دي على فكرة من الازموار الماضل المهندس السادة عطيليا يونس. وهارجع اكلمه تاني دلوقتي رئيس الادارة المركزية الى احمد الاراضي. اقول له المحطر لتعامل رقمه كم? لان ما ينفعه ولازم نوقف. يعني فعلا دي مهزلة. ان انا اشوف بناء بيجبر كل يوم قدامي. وما بينهما بين الجامعية خمسين ولا ميت متر انا فاكر مكلمتك يعني. واحنا سايبين والتليم دول الجامعية رايح كل يوم بيشوف هو رايح وهو راجع ومحدش. يعني اتدخل. انما الجانب بتاع اثبات ملكة الارضي دي طبع مين ده لازم تتحرك فيه انت. ده لازم ترفع دعوة. ماشي ماشي انا ارفع دعوة بس دلوقتي فرمن كمان شوية بدل ما ارفع دعوة. كده كده البناء اللي موجود ده مخالف و و و و و ان الارض بتاعت مين ده ملف تاني. يعني ده البناء ده مش هيسقط حقك في الارض. بس انت لازم تاخد اجراءات قانونية لان حتى ممكن الغرامات بتاعت المباني او لو حصل حكم هيجي عليك انت لو هي ارضك. هيقول لك انت اللي بنيت. انا بقول لك فانت لازم تلحق وانا هلحق معاك. النهاردة. انا مقدم صرح شكاو. وما جانيش لحد دلوقتي اي معاينة. حاضر. حاضر يا حج سيد. العفو يا حج سيد. يا جماعة يعني بص يعني الراجل متاخد منه ارضه. حسب كلامه ان الارض دي بتاعتي والمفروض الاملاك هي اللي بعت الجواب. في ناس بتوه في الاوراق. يعني في وفي في الريف المصري ناس كتير بعيدة عن منظومة الاوراق دي والدنيا ماشي معهم ومستقرين على كده. انما هو النهاردة هو واقع في المباني على ارض الزراعية وبيقول لك دي ارضي وانا مش موافق على المباني والرجل ده متعد عليه. وهو كده هيبقى معرض ان لو التحليل محضر وتحريك دعوة هتيجي على اسمه لو ارضه. الاستاذ احمد بعد اذنك والاستاذ عزيز نتابع مع المهندس السيد عطي يا يونس المشكلة دي لان دي تالت مرة النهاردة بتجيلي على الهوة. المداخلة الحج سيد دي تالت مرة بتتحكي نفس المشكلة على الهوة وفترة قصيرة. ازا كان موديل الجماعية مش عايز يتحرك معاه فين وكيل وزارة الزراع هين يتابعوا. يا جماعة يعني انزلوا للناس دي. لو في ناس لسه في اماكن موصلنا الهاش هنوصلها امتى? ما حد ينزل يسمحهم. يا حضرتك كوكيل وزارة الزراع بتنزل وبتروح حقول ارشادية وندوات وايام حقلية وبتتابع الناس. بس في ناس لسه احنا موصلنا الهاش. هو احنا المحافظات كبيرة علينا للدرجة دي. بيقولك المدير الجامعيش هاي في الجريمة قدام عينه البناء على الارض الزراعية ورايح جاي بيقوله صباح الخير وبتساء الخير ويوميا وما حدش بيكلمه. ما حدش بيقوله انت فين? بيقولك انا مش عايز المشكلة تكبر في الارض انا عايز المباني دي تتلحق من اولها. ارض او ارض جاره لسه فيني زعم بينهم انا بكلمك على مشكلة تانية خلص بكلمك على المبنى اللي موجود ده. انت ليه النهاردة بتسيب مشكلة للدولة كلها? انت النهاردة لما تسكت على حاجة زي كده بتسيب لنا مشكلة. من قوات الامن بتنزل وبتنفس حملات وفيه تأجيزات امنية واستعدادات واحتكاك بالمواطن بسبب المخالفات بالبناء على الاراضي الزراعية. ما تمنع المواجهات دي ان احنا نبقى بتنفذ القانون على مواطن فلاح. هو في الاخر انا هو انا بحذره من نفسه اللي بيبنى على الارض الزراعية بقوله انتبه انت اكتر واحد هيبع عندك اضرار جسيمة. كلا تقدم بان كلا تفضل يخرج مشكلة في الارض